نعرف تفاصيل أكتر والتفاصيل اللي ممكن ما بتبقاش قدامنا فيه الصورة نروح مباشرة ونطير مباشرة إلى الإمارات وتحديدا من ملعب بنادي العين مع زميلي العزيز فاروق صلاح موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في ملعب التدريب عشان نعرف منه كل الأخبار وكل الجديد مساء الخير يا فاروق برحب بك زميلي العزيز محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة طاقناة النادي الأهلي في كل مكان وانت حاليا موجود في أستاذ خليفة بن زايد ملعب نادي العين كل الأخبار والتفاصيل عندك محتاجين نسمع بقى كل الجديد منك ودايما بنتفائل بوجودك مع بأسة النادي الأهلي ورب بإذن الله تكلل بالنجاح والفوز بالكأس إن شاء الله يا محمد يعني ربنا يكمل على خير يا رب وفريد النادي الأهلي يعود إن شاء الله إلى القاهرة متوج بكأس السوبر رقم 12 في تاريخ النادي الأهلي اللي نتمنها إن شاء الله على أستاذ الخير أستاذ هزاع بن زايد وتكمل بإذن الله منذ دقاق يا محمد كان انتهى التدريب الأول للنادي الأهلي هنا في الإمارات وخليني أشيد بحسن استقبال المسؤولين في الإمارات وأيضا مسؤولي نادي العين اللي فتحوا أبواب نادي العين لاستقبال لتدريب للنادي الأهلي طبعا تعرف أنه تدريب وحيد النادي الأهلي هيخوضه هنا على ملعب نادي العين أنه غدا بمشيئة الله طبعا سيكون تدريب النادي الأهلي على الملعب الرئيسي هزاع بن زايد خليني أكلمك على تفاصيل هزا اليوم لكن خليني الأول فيه تدريب للنادي الأهلي اللي انتهى منذ دقاق طبعا تعرف محمد أنه كان أول تدريب للنادي الأهلي اللي كان حضوره بالأمس إلى الإمارات النهاردة طبعا اليوم ابتدى في تمام الساعة 11 صباحا كان واجبة الإفطار اللعاب للنادي الأهلي ثم واجبة الغداء في تمام الساعة الثانية المحاضرة لمستر مارسل كولر مع اللعبين كانت في تمام الساعة الخامسة استمرت لأي أكثر من نصف ساعة طبعا تعرف محمد أمور كتير جدا مستر مارسل كولر بيشتغل عليها مع اللعبين تفرج على مباريات النادي للزمالك في الفترة الأخيرة بدءا من الأربع مباريات للزمالك أخذهم في البطولة الأفريقية للدور التمهيدي ودور الـ 32 وأيضا لقائين لدور أمام سموحه وأمام سيراميكا وبالمناسبة محمد خلال رحلة الطيران كان مستر مارسل كولر بيتفرج ويتابع الفيديوهات الخاصة بنادي الزمالك اللي يقوف على الكل كبير أو صغير أنت عارف طبعا مباراة تبقى صعبة جدا لأله الزمالك كتاب مفتوح لكل الجاهزين الفنيين ولكن يعني بتبقى المباراة يعني أول مباراة لمستر مارسل كولر أمام فريق نادي الزمالك أمام مستر فريرة أو فريرة المدير الفني لنادي الزمالك مباراة ببطولة نتمنى طبعا فيها التوفيق لفريق للنادي الآلي النهاردة طبعا انطلق ماران للنادي الآلي على ملاعب نادي العين أو ملعب خليفة بن زيد تعارف محمد التوقيت هنا في الإمارات كانت تمام الساعة السادسة الرابعة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت الإمارات الحالة الفنية الحالة الجازية اللي احنا شايفين عليها للعبين كافة اللعبين النهاردة بكل لعب تصابق للحصول على مكان في تشكيل النادي الآلي مستر مارسل كولر وخلق الدوافع للعبين في لعبة كتير جدا محمد زي ما قلنا مستنيها زيل المباراة في لعبة مركزة جدا انها تقدم يعني الفرحة كبيرة الجماهير للنادي الآلي امور طبعا مستر مارسل كولر بيشتغل عليها مع اللعبين في الجوانب الخططية واختتم المران بفقرة لتزيد رقلات الترجيح خلينا اقولك ان مستر مارسل كولر كان تابع سجل البطولة وان النادي الآلي متوج ب11 بطولة وشاف ان النادي الآلي فقد يعني البطولات في كأس السوبر برقلات الترجيح سواء امام نادي الزمالك او امام نادي طلائع الجيش النادي الآلي خسر طلب بطولات لكأس السوبر برقلات الترجيح مرتين امام الزمالك ومرة امام نادي طلائع الجيش مستر مارسل كولر وقت كبير لدل رقلات الترجيح وصمم محمد ان اللعبين بالكامل بما فيهم حراس المرمى محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شوبر على تزديد رقلات الجزاء فيش لعبة يسيب الملعب الا لما يسدد راكلة الجزاء بالصورة بالشكل المطلوب امور كتير جدا من الحالة الفنية للعيبة اللعبة مركزة نتمنى ان شاء الله محمد ان ده يترجم على الارض الواقع ان شاء الله ويكلل ان شاء الله بالفوز بكأس السوبر بإذن الله بإذن الله مش هدخل معك في تفاصيل فنية فارو انت عارف وانا عارف وفي حاجات بني بعرفينها لكن طبعا نسيب كل ده اليوم المباراة ان شاء الله ساعة ساعة الناس تعرف في التشكيل وطريقة اللعب وبإذن الله يكون الجهاز واللعب الموافقين لكن هروح بك لجوانب تانية يعني الافضل نتكلم فيها بعيد عن التفاصيل الفنية لانت اكيد انت عارف العيون كلها هتبقى على شاشة قناة الالي خلال التمانية واربعين ساعة اللي جاية الجزاية المتعلقة بدرجة الحرارة الجو عندك دلوقتي في الامارات اخباره ايه المباراة اكيد يعني هتكون الساعة تسعة بتوقيت الامارات سبعة بتوقيت القاهرة الجو عندك اخباره ايه ظروفه ايه حضور الجماهير للتدريبات والفند والاقامة ده كمان اثره النفسي على اللاعبين كمان اخباره ايه يعني خلينا محمد بالنسبة لدرجات الحرارة تتكلم في درجة حرارة تتراح ما بين ستة وعشرين لتمانية وعشرين درجة موية الجو اكثر من رائع الجو هنا ممتاز ان شاء الله ينبق ان شاء الله ان احنا نشوف مباراة طليق بالقرى المصرية وتخرج في اطار من الروح الرياضية وطبعا يكون التوفيق حالي في الناد الأهلي جمهور الناد الأهلي بيوجه اكتر من رسالة محمد لمسينه من الجمهور منذ وصوله للناد الأهلي لمطار ابوظبي الا دولي جماهير الناد الأهلي موجودة امام مقر Jamaica فريق الناد الأهلي كل فرد داخل منظومة الناد الأهلي عارف دور محمد جماهير الناد الأهلي بتحضر ان شاء الله للمباراة بشكل اكثر من ممتاز التذاكر طبعا أنت عارف أن نفذت التذاكر بالكامل قبلت مصريين قادمين من السعودية مصريين قادمين من الكويت من البحرين من قطر من كافة البلدان حول الإمارات طبعا أنت عارف الجميع بيتصابك من أجل حصول على تذكارة المباراة ومسندة ومؤذرة النادي الأهلي الجميع بيشيد يا محمد بالتنظيم وبيشكر دولة الإمارات أن النادي الأهلي يكون موجود عايزين يشوف النادي الأهلي فدي من الأمور المهمة هاي زغدك كمان يا محمد لنقطة مهمة وهي الجواني بالتنظيمية غادر قبل الجواني بالتنظيمية يا فاروق أنا قدامي صورة معالي الوزير الأستاذ العامري فاروق نايب رئيس النادي دكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة بيرحب بالجماهير والجماهير اللي أنا شايفها قدامي مش جماهير أهلوية بس مقيمة في الإمارات لا ده كمان ربطة مشجع الأهلي في فلسطين كانت حريصا أنها تسافر وتكون موجودة النهاردة عشان تساند وتؤازر الأهلي في اللقاء السوبر بالضبط يا محمد ربطة مشجع النادي الأهلي في فلسطين كانوا موجودين النهاردة بيساندوا بيأزروا النادي الأهلي موجودين من لحظة وصول للنادي الأهلي وزي ما قلت لك كثير جدا من الجماهير المصرية القادمة فيهم مصريين قادمين من القاهرة مصريين قادمين من الكويت من السعودية من كافة البلدان الجميع بيساند بيأزر النادي الأهلي مستنيين هذه المباراة دايما بيقولوا النادي الأهلي برسم لنا الفرحة في الغربة مستنيين اللحظة دي يعني بتمنى وجود النادي الأهلي في كل مكان بنروح بنساند بنأزر للنادي الأهلي خليني برضو أقول لك محمد أن الكابتن محمود الخطيب كان متواجد طبعاً للزيارة الأفراد العائلة وأحفاده هنا في الإمارات وكان حريص أن يكون موجود مع بعث التفريق للنادي الآلي ويرفع من روح المعنوية للعبين ووصر رسالة للعبين رسالة مهمة جداً هي ضرورة إسعاد جماهير النادي الآلي طبعاً قبل السفر والعودة من جديد إلى فرنسا لإستكمال الفحصات الطبية نتمنى له كل شفاء الكابتن محمود الخطيب القيمة والقامة الرياضية والمصرية والأهلوية أعيز كمان محمد أكلمك على تنظيم غداً بمشيئة الله لأنه هنا تفاصيل كتير غداً غداً هيكون الاجتماع الفني الخاص بالمباراة تحديد طبعاً من خلاله الأمور الفنية الأمور التنظيمية ولبس كلا للفريقين بالنسبة للأهلي أو لنادي الآلي الآلي هيكون في مؤتمر صحفي لمستر مارسل كولر وأيضاً لفريرا المدير الفن للنادي الآلي هيكون في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت أبو زبي طبعاً السنية عشر والنصف بتوقيت القاهرة هيكون طبعاً محمد نتعرف أن غداً التدريب الرئيسي سواء للأهلي أو للزمالك على أستاذ هزاع بن زايد قلينا أقول لك أن النادي الآلي هيكون هو تدريبه الأول هيكون في تمام الساعة السادسة والنصف هيكون هو أول فريق يتمرن على ملعب هزاع بن زايد في تمام الساعة السادسة والنصف النادي الآلي هيكون تدريبه على ملعب هزاع بن زايد في تمام الساعة الثامنة بمشيئة الله نتمنى يا رب على ملعب هزاع الخير أو هزاع بن زايد ملعب الخير بإذن الله النادي الآلي يضيف بطولة جديدة من بطولات السوبر بإذن الله لدولة بطولات النادي الآلي زميلي العزيز فاروق صلاح مفد قناة الآلي أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والأخبار اللي ارتهنا من استاد خليفة بن زايد ملعب نادي العين وكل الكواليس الحصرية بخصوص بعثة فريق النادي الآلي